بالبلاد المتحضرة بيعلموك شغلي وبتلمسها انت انه في حال شفت رجل مصاب او عم يطلب المساعدة بالشارع حادث او اي شي صاير ما اذا بتخبي وشك هيك وبتضلك رايح وحده بيشوفك انك انت خزلته واتركته الضحية بيرفع عليك دعوة لانه هنه عندهم مسئولية المواطن اتجاه المواطن هي مسئولية جماعية وانت تشكل احد الاعمدة لحماية المجتمع هذا مثال ارحطيكم المثال التاني عنا في البلاد العربية لما كان الشيخ ابن تيمية اخدوا احد الحراس على سجن الالعة فبيقل له سامحني يا شيخ ترى انا عبد مأمور الشيخ ابن تيمية بيقل له لو لاك ما ظلمو بتذكر بالايام الاولى للثورة بمحافظة الهدئية ترى هذا الكلام صعب وبيقولوا انت لما بتقدر تعيد القصة دون انك تنهار او ينزل عدموعك هذا الدليل انك انت شفيت لكن انا اعتقد احنا ما شفينا احنا تداعينا وتساقطنا متل احجار الديمنو فاصبنا بتمسحها بس ما شفينا بالايام الاولى للثورة كنت انزل من بيتي وشوف شباب بالحارة كتير وفي منهم كانوا يستظغروني وفي منهم كان عندهم هذا الكبرياء ولكن انا ومجموعة من الشباب منهم من قتل منهم من هو معتقل ومانه موجود منه الساتب المحرر كنا نشتغل بصمته كنت احيانا نقول معقولة ان اكون عبارة عن شمعة عم ضولة هذا المجتمع الجاهل ما انا عم بشتغل من شان كن نحن الان عم نحاول نسقط هذا النظام النصيري اللي هو عم يقتلنا فقط لانه انت المسمى اللي اليك مسلم معقول انه نحن اخطعنا في وجودنا بهذه البيئة معقول انه احنا كان لازم نشتغل على معالجة امراض هذا الشعب راحت الايام للألفين وطناعش بشهر تسعة من خروجي من المعتقل وطبعا اعتقالي من بيتي صر له كتير بروبوغندا لانه تعرضت لضرب بالسكاكين نزفت كتير بالشارع وشباب الحارة عدولي كانوا شايفيني بس كانوا كلهم متخبايين مثل الصيصان لدرجة انه بنت صبية بعرفة من الحارة صارت تبكي انا سمعت بكاء علي فاللي مع السكين رجع غزني وقال لي شايف يا ارهابي يا خنزير ليك عم تبكي بسببك عم تبكي بسببي يعني مو عم تبكي علي فالله كتب لي انه اطلع بعد ما يعني بطريقة بالنهاية هذا هذا الميليشيا بهم المال اللي عم تاخده منك اكتر من اي شيء اخر باعوا الوطن من اجل المال فلما خرجت من السجن بقيت ايام بسيطة جدا من اجل بس علاج نفسي لانه كنت علاج جسدي لانه كنت منهار تماما فجأة ببلغوني اشخاص انه اطبارتي رجعت انسحبت الى فرع المخابرات الجوية فالامر كان معي ساعات فقط حتى غادر فارحت على المناطق اللي ربيت فيها بسيارة واحد صديقي وكنت عارف انه هالمرة ما متل كل مرة بسافر فيها بطلع على الامارات او على ألمانيا هالمرة هي هجرة في سبيل الله فرحت على الاماكن اللي بحبها رحت على البحر وشربت من ميت البحر رحت شربت قهوة من محلمة بحب ودموعي كانت تنزل انه بالسيارة لانه هالمرة ما رحت تكون مثل اي مرة يا اما الرجوع رح يكون كتير بعيد ومؤلم جدا يا اما هي في سبيل الله قررت زور بيتي شم حيطانه الغرفة اللي ولدت اللي ربيت فيها بنتي ذكرياتي ذكرياتي ببيت اهلي فلما نزلت من بيتي كانوا هالشباب الحارة الابضايات على اساس اللي تخبوا كانوا بزوايا الحارة عم بيراقبوني لانه بعدين انعرف شو كان دوري وشو كان تشتغل انا وحقيقة وقت اعتقالي كان جدا سيء اطلاق نار ابتهاج وكذا وتسلايا واغاني على الديك وكل واحد كان يغزني بسكين واحد باخمص البندقية كسرني واحد باخمص المسدس عملي عاها بعيني تقريبا تشافت الحمد لله ستين بالمية فهدول الشباب الابضايات هيك كانوا متخبايين ومنكسرين نزلت ومشيت لانه سيارة صديقي كانت شوية بعيدة حتى ما تبين فجأة بسمع احد ولاد ولد من ولاد هدول الابضايات هيك عم يقول لي عمه عمه فقلت انصدمت قلت انه في ردة فعل من هدول الشباب فبيعطيني بيت نضارة فارغ الهيئة لما الشبيحة اخدوا سيارتي فتشوها وكبوا بعض الغراض من بيناتها بيت هذا النضارة الفارغ عملي مد ايده هيك ولد عطانية فاخدت اخدت البيت النضارة بتطلعت فيه كثير لهذا الولاد وقلت خلينا نشتغل لهذا الولاد مو لأهلهم عسى انه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من اصلابهم رجلا يوحد الله الان بعد 12 سنة من هجرتي بشوف انه هذه المسئولية الجماعية المنعدمة مننا انتقلت حتى الى اوروبا واللي طلوا على اوروبا بالمية تسعين توفر فيهم شرطين فقط احد الشرطين او الشرطين فقط فقط انا ما هم بيحكي عن ناحية الاخلاقية ولا عن ناحية الدينية هذا كله لا يسألوا عنه للأسف يجب ان يتوفر شرطين فقط يا المال يا القوة الجسدية لا يوجد مسئولية اخلاقية ولا دينية ولا اي اشي مثلهم مثل الحيوانات امثلة جدا سيئة عم يقدموها شيء بوط الراس عم يقدموه والان القسم اللي بقي في الداخل السوري المحتل من بشار الاسد او من الفارسي والروسي الان عم يدفع ثمن تفريطه بالمسئولية الجماعية كنتو كأصحاب الاخدود ولا تكونوا من اللي استحوا ماتوا انتو ما استحيتوا والان هذه المسئولية الجماعية اللي انتو لا تتمتعوا فيها الان عم تدفعوا ضريبتها في الداخل راح تموتوا من جوع ولا تجرؤوا انو انتو ترفعوا صوتكم امام القاتل لانو بالنهاية كما تدين تدان هذا اللي زرعته واللي طلعوا على اوروبا النسبة الكبيرة ايضا مع الاسف هاي الامثلة السيئة اللي كل يوم عم نشوفها قدم حالك كما تشاء قدم حالك بشري قدم حالك عربي قدم حالك مسلم ولا لي متنا ضلوا خير قدم حالك